ما هي حقيقة خصوف القمر الجزئي العجيب ذو أطول مدة في تاريخ خصوفات القمر لماذا تزايدت مؤخرا ظواهر الخصوفات والكسوفات وبشدة هل هي ميقات زمني متسارع ينبهنا لقرب النهاية تابعوا معنا هذا الموضوع المثير راجين من الله عز وجل أن تحوز هذه الحلقة على إعجابكم فضلا اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات حتى تصلك كل الفيديوهات إنما يحدث الآن من ظواهر كثيرة أثرت وبشكل كبير على البشر عالميا منها ما هو غارب بحق مثل تغيرات المناخ الغير مفسرة ومنها ما هو مدمر مثل العواصف والسيول وموجات سونامي والزلازر الرهيبة التي ستفوق مقياس رختر نفسه ومنها ما هو مخيف مثل حوادث نفوق الكائنات الحية الغير مبررة أو أيضا هجوم الحشرات الرهيبة والتي عرضناها لكم جميعا في حلقات سابقة إلا أنه بحق لا شيئا يفوق كل ذلك إلا كثرة الخصوفات والكسوفات وتزايد مدتها عاما بعد عام وهو ما ينذر بغضب من عند الله وسخط على الفسد الذي أصاب كل شيء وهو ما يخالف سنته الإلهية فهل ما يحدث لنا غضب من الله؟ وهل كثرة الخصوفات والكسوفات علامة على غضب الله؟ إنك إذا لحظت منذ عوام قليلة فستجد أنه فجأة وبدن أي تفسيرات أصبح نعلن عن عدد كبير من الخصوفات والكسوفات على مدار السنة وإذا ما تتبعنا أقرب دليل وهو عامنا الحالي فسنجد أنه زاخر بالعديد من تلك الظواهر بدأت أولى أحداثه في يناير هذا العام وهو كسوف للشمس وفي نهاية نفس الشهر حدث خسوف كلي للقمر وتتبعت تلك الظواهر حتى مؤخرا وهو الشهر الجاري منذ بضعة أيام وما رصده هو خسوف جزئي للقمر مؤخرا أخفى تقريبا 70% من ملامحه التي نراها على الأرض وبالرغم من أن الكثير من الناس قد استمتعوا بتلك الظاهرة فالبعض الآخر كان لهم رأي آخر تماما وهو أن تلك علامة منذرة من علامة نهاية الزمان وقرب يوم القيامة والواقع إن تلك ليست النهاية فسوف تتزايد تلك الظواهر في العام القادم وما بعده بإذن الله إنه يجبه وكأنك تستعد لشيء ما بتجهيزات ضخمة وهو ما يجري الآن ومن شهر يناير المقبل إلى ديسمبر بإذن الله ستكون الأرض مع عدد كبير من الكسفات والخسفات والتي لا يتسع المجال للذكرها جميعا ومن المؤكد أنه مؤخرا كثرت وبشدة ظواهر الخسفات والكسفات والتي لم نكن نراها من قبل إلا قليلا وهو ما يشير إلى أنها جرس إنذار من الله وسنأتي إليك بالدليل عزيز المشاهد فقد روى البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي مسعود الأنصري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله يخوف الله به مع عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا واضعوا الله حتى يكشف ما بكم وروا البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقم النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره وقد قال الشيخ عبد العزيز بن بياز رحمه الله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الكسوف والخسوف للشمس والقمر يقعان تخويفا من الله لعباده وحثا لهم على مراعاة هذه الآيات وأن يخافوا من الله عز وجل وأن يفزعوا إلى ذكره وطاعته وأمر في ذلك بالتكبير والعطاقة والصدقة فكل ذلك مشروع عند الكسوف ومنه أيضا الصلاة والذكر والاستغفار والصدقة والعتق والخوف من الله عز وجل والحضر من عذابه والواقع هذا يعد أول كسوف قمري تستطيع أن تراه بالعين المجردة وهو ما يعد بحق ظاهرة في حد ذاتها حتى أن هناك العديدين من رأوا تلك الظاهرة العجيبة وقد برزت تعليقات عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم لا يستطيعون وقف تلك الرجفة العجيبة التي تصيب قلوبهم عند مشاهدتهم للقمر رؤية العين وهو ما جعلهم يشعرون بالخوف ويشحون بوجوههم بعيدا على الرغم من ندرة المنظر وأحد الحقائق التي لا تنتهي أن هذا الخصوف أطول خصوف للقمر يحدث حتى الآن فهل لحظت أيضا عزيزي المشاهد أن طول المدة التي تحدث للخصوفات والكسوفات والتي تزايدت بشدة مؤخرا تزداد مدتها كل مرة ومع تزايد معدلات الكسوفات والخصوفات سنويا يشير ذلك وبشدة إلى أن حدثا ضخما للغاية ينتظرنا جميعا ويدل بنفس الوقت على قربه الشديد فكما قلنا من قبل ولن نتوقف عن قوله إن ما يحدث الآن يجبه الميقات الزمني الذي يتصارع بازدياد مستمر نحو النهاية إنها تذكرة وقد نبهنا لها سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام والمشكلة هنا ليست في إذبات ذلك من عدمه بل المشكلة الحقيقية هي غفلة الناس التي غشيت أبصارهم وأسمعهم وحتى أفوههم فهل من مقتنع بحق وهل يعني ذلك أن النهاية أصبحت وشيكة وبشدة أخبرنا برأيك في التعليقات اللهم ارحمنا إذا ورين التراب وغلقت من القبور الأبواب فإذا الوحشة والوحدة وهون الحساب يا رب اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق وبلغت التراقية وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق اللهم ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات اللهم ارحمنا يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قدير والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا قضي الحاجات ويا مجيب الدعوات نسألك يا ربنا رحمة تهدي بها قلوبنا وأن تنصر الإسلام وتعز المسلمين وأن تدمر يا رب أعداء الدين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر إنهم لا يعجزونك يا رب أرنا فيهم يوما أسودا وأرنا فيهم عجائب قدرتك أرنا بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين انزع الوهن وحب الدنيا من قلوبنا وأبدل به يا ربنا حب الآخرة يا مغيث أغثنا يا رحمن رحمنا يا كريم كرمنا يا لطيف الطف بنا اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم ارزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام وبنت المسلمين طهارة مريم عليها السلام واحفظ نساء المسلمين من شر خلقك أجمعين اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين وأعتق رقابنا يا أرحم الراحمين وأعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا ومن كان له حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم وبارك عليه في الآخرين وصلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وكل حين وفي الملأ الأعلى يا رب إلى يوم الدين نسألك يا رحمن أن ترزقنا شفاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفتين شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم كما آمن به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة برحمتك يا أرحم الراحمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ولا تخيب رجاءنا يا أكرم الأكرمين وتقبل دعاءنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا كما نسألك الدرجة العلا من الجنة يا رب آمين 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 وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عزيزي المشاهد اترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك وأخبرنا برأيك في التعليقات ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وكن بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا